أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد نحن عرفنا من حلقاتنا السابقة أن القرآن ضبط وكتب في مصحف واحد في عهد أبو بكر صديق رضي الله عنه ولم يمضي على وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أقل من سلاثين وهذا يدل على أن القرآن مندوط بعد نزوله مباشرة منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان مكتوبا ولكن مفرق بأدوات الكتابة وفي عهد أبو بكر صديق رضي الله عنه جمع في مصحف واحد بالأحرف السبعة التي أقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم للقبائل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف يعني بسبع لغات طبعا مو كل كلمة فيه لا كلمة في القبيلة الثانية لا مثل الآن تفرق العرب يفهمون على بعضهم ولكن بعض الكلمات يتكلم بها هذه القبيلة ولا يتكلم بها البلد الثانية فالقرآن جمعهم طيب لماذا أنزل الله القرآن على سبعة أحرف تيسيرا على الأمة المحمدية قد لا يفهم بعضنا التيسير وقد أشار إليه حديث البخاري وغيره أن الهدف منه التيسير على الأمة والتسهيل حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سأل ربه أن يزيده على حرف واحد وحرفين وثلاث إلى أن وصل للسبعة إن أمة لا تطيق ذلك فإن فيهم العاجز والمسن ما المقصود بالعاجز والمسن؟ العاجز العي في لسانه الذي اعتاد على لغة قومه يصعب عليه أن يغيرها والمسن أيضا وحتى تفهموا ذلك أضرب لكم مثالا عن إحدى خالات رحمة الله عليها حتى تعرفون كيف يصعب على من اعتاد على لفظ بشكل معيد فترة أمره كلها حتى أصبح في الشيخوخة يصعب عليه أن يغيرها إحدى خالاتي جاءت يوما من درسي الشيخ أحمد إذلبي رحمه الله فقالت لي يا ابن أختي أنت درست في المظهر يعني أنت أصدت الأزهر في الشريعة والشيخ قال من لم يقرأ سورة الفاتحة بشكل صحيح لا تصح صلاته طبعا هذا على المذهب الشافعي أما المذهب الحنفي إذا لم يتغير المعنى ولم يقع خطأ فاحش أو كذا الأمر أسهل فقالت يا ابن أختي علمني سأطلق رأيت تقرأ سورة الفاتحة تصل لقوله تعالى اهدنا الصراط المستقينة مستقينة أهل حلب يقوله القافة فتقول مستقينة قال المستقيمة قه قه تقول أه قيمة سكرت المهة ومستقينة سكرت المهة حاولت حاولت عمره تمانين سنة من تمانين سنة وهي صغيرة تقرأ هكذا كيف سيتغير هذا مستحيل فمن حكمة الله ورحمته بالأمة الإسلامية وكنوع من أنواع إعجاز هذا القرآن وأنه من عند الله ولا يمكن أن يأتي به بشر أقرأه الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه الحرف الصباح ولكن في روايات تقول في الأحاديث أن جبريل قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم بأيها قرأوا أصابهم فالله خير الأمة أن يقرأوا بأي حرف فقرأوا فترة إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم جمع القرآن في عهد عثمان على حرف واحد وهو حرف قريش وجمع فيه ما يوافق الأحرف الأخرى باللهجات أي أسلوب التعبير باللفظ الذي خذه القارئ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقي ولكن إذا كان في حرف آخر ترك هذا الحرف وبقي حرف قريش كيف كان جمع القرآن في عهد عثمان أيضا كان جمعا جماعيا ليس تصرف فردي لاحظ الغزات في أزربيجان وبخارة وسمرقند بلاد العجم لما دخلها الإسلام وتعلموا اللغة العربية فكان القارئ يعلم الصبيان قراءة الرجل وقارئ آخر يعلمهم قراءة أخرى يعني على لهجة وأسلوب آخر ربما كان تابعا لحرف آخر غير حرف قريش وهو صحيح أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر ولكن هذا حصل منه تشويش فجعل الغلمان عندما يخرجون في الفصحة ببعضهم البعض بعد أن تعلموا من شيوخهم القراءة يقول له قراءتي أحسن من قراءتك قراءة شيخي أحسن من قراءتك وهذه فتنة فجاء حذيف بن يمان إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال له يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتابها كما اختلفت يهود والنصارى وكان عثمان رضي الله عنه قد وجد بعض القراء يختلفون مع بعضهم في القراءة في القراءة ليس في الأحرف في اللهجات فقال أنتم عندي تختلفون فما بال من لأ عني يعني البعيدين عن مركز الخلافة الإسلامية ممكن أن يختلفوا أكثر فيما بعد وبهذا أشار علي رضي الله عنه وغيره على عثمان أن يجمع القرآن جمع أو بكر القرآن بكل حروفه كما أنزل وترك فقط المسوخ ولكن عثمان رضي الله عنه رأى الصحابة في عهده أنه لا حاجة للحروف وإنما اجتمع أكثر المسلمين على حرف قريش وهم يفهمونه لماذا يفهمونه لأن قريش كانت مركز الحج بالنسبة للعرب كلهم فكان تأتي القبائل العربية من كل فجر وصوب تأتي إلى مكة وكان في مكة أيام الحج أسواق عقاز المجنة زوج عقاز غيره هذه الأسواق كانت ليست أسواق تجارية فقط إنما أسواق علمية ولغوية وعربية الحمد لله رب العالمين كان يجتمع الشعراء والعرب فهذا يلقي خطبته وهذا يلقي فكرته وهذا يلقي شعره وكانت تستمع النقاد وتقول فلان أعذب من فلان فقريش في هذا الموقع في مكة كانت إذا استعذبت لفظة في لغة العرب ولو كان هي لا تستعملها تأخذها وتستعملها ولهذا كانت لغة قريش أفصح لغات العرب كلها لأنها جمعت الفصيحة فيها والعرب كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الإسلام في الجهاد فيهم القرشي الذي يتكلم لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم لغة قريش وفيهم غير القرشي فكانوا يتفاهمون إذن صار الجميع يفهمون لغة قريش ويستعذبونها وذلت ألسنتهم بها فما عاد في حاجة للأحرف السبعة فبقايا الأحرف السبعة من اللهجات صار يختلف فيها الناس في التلاوة فخشي عثمان أن يتتفرق الأمة وأن يقول هذا حرف أحسن وهذا حرف أحسن فجمع الناس على حرف واحد برأيا من الصحابة وإجماع منهم كلهم فأبو بكر لم يزد في القرآن شيئا انتبهوا انتبهوا ونتكلم بصراحة بعض الشيعة بل كثيرا منهم يجهلون الناس ويضللونهم فيزعمون أن أبا بكر وعمر اتفقوا وزادوا في القرآن كذب هذا يزعمون أن أبا بكر زاد في القرآن برأة بنته لا هذا من القرآن بجماع الصحابة جميعا أما هؤلاء الروافظة كانوا يكفرون الصحابة والمصيب أكبر فيترى الصحابة كفار أم من يكفرهم هو الكافر أفهموا إذا نتم بعد قرآن أفلا يتدبرون أثمان رضي الله عنه جمع أربعة من قريش ثلاثة من قريش وواحد من المدينة وهو زيد بن ثابت الذي جمع في زمن عثمان من زمن أبا بكر وقال للرحطي القرشيين الثلاثة إذا اختلفتم أنتم وزيد في شيء في كتابة القرآن فاكتبوه بلغة قريش فإنما نزل القرآن بلغتهم ما معنى نزل القرآن بلغتهم يعني لغتهم هي الأفصح وهي التي تجمع كل اللغات في الجزيرة العرب وهي أيضا لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نزل عليه الوحي واستعذبها الناس بدون منازع ومعد في حاجة لهذه القبيلة تقرأ بحرفها وتستعمل ألفاظها ما عد في حاجة فجمعهم عثمان على حرف واحد وهو حرف قريش إذن سيدنا عثمان يقول للرحط القرشيين إذا اختلفتم أنتم وزيد زيد من المدينة مدني في حرف فاكتبوه بلغة قريش فإنما أنزل القرآن بلغتهم وجلسوا كما جلسوا في المرة الأولى كتب عثمان إلى حفصة بنت عمر زوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه عندما توفي بقي القرآن عند زوجه ابنة حفصة بنت عمر فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسل إلينا الصحفة ننسقها ثم نعيدها إليك فأرسلت حفصة المصحف الذي جمع في عاد أبي بكر وكان مكتوب على الجلد كبير ضخم ونسخ منه القرآن على حرف واحد هو حرف قريش وتركوا الأحرف السبعة لم يتركوا شيء من القرآن كله قرآن إنما تركوا القراءة بأحرف ما عاد في حاجة إلها لأن المسلمين جميعا كانوا يفهمون لغة قريش ويفهمون القراءة بحرف واحد واجتمع المسلمون جميعا وبكل قبائلهم وبكل حروفهم وبكل لغاتهم على حرف واحد في عهد عثمان رضي الله عنه فكتب القرآن بهذا الحرف ونسخوه نسخا من صحف أبي بكر من مصحف أبي بكر ومن عندهم ألفوا تعريف جديد وكانوا أيضا يتثبتون لكل آية أنها أخذت وكتبت في محضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرهة القراشيين زيد بن سابت من المدينة وعبد الله بن الزبير من قريش وسعيد بن العاص من قريش وعبد الرحمن بن الحارس بن هشام من قريش ثلاث قراشيين وزيد بن سابت اللي كان في الجمع الأول فلم يتفلت من القرآن ولا حرف ولم يزد في القرآن ولا حرف إنما نسقوه من صحف أبي بكر نسخة واحدة ثم نسقوا منها عدة نسخ أرسلها سيدنا عثمان إلى الأمصار إلى البلدان إلى المناطق الإسلامية المهمة بحيث كل واحد يريد أن يأخذ مصحف يأخذها من هذه الصحف التي دونت وسجلت في عادي عثمان رضي الله عنه فنسخوا نسخة عدة مصاحف أرسل سيدنا عثمان نسخة إلى مكة ونسخة إلى الشام إلى بلاد الشام باعتبار منطقة استراتيجية إسلامية ونسخة إلى اليمن إلى الجنوب ونسخة إلى البحرين باعتبار هذه تقريبا إلى شرق الجزيرة العربية ونسخة إلى البصرة حيث تجمع إسلام كبير في البصرة والكوفة ونسخة أيضا إلى الكوفة وحبس عنده في المدينة مصحفا كان يقرأ به وهو مرجع لمن يريد من أهل المدينة وما حولها أن يستنسخ نسخها من مصحف فيستنسخ من هذه النسخة وعلى هذا تم ضبط المصحف كما جاء به جبريل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن بحرف واحد وتركت الأحرف السبعة ماذا بقي من الأحرف السبعة؟ القراءات القراءات لا تتغير فيها الألفاظ إنما يتغير فيها أسلوب القراءة فهناك بعض القبائل فيها عندها إيمالة بعض القبائل فيها عندها تسهيل الهمزة فهذا موجود اليوم إلى هذا في اللغة العربية أقول أنا جئت إليك نحن عندنا في حلب أقوله جيت جيت ما أقول جئت جيت هذا اسمه تسهيل الهمزة يعني الهمزة بصير سهلة ولا وجودة لها وتبقى إياها موسي إيمالة هذه أيضا موجودة كانت في القديم وهي لازلت موجودة الآن في بعض اللهجات في العالم الإسلامي فأنا أشبه القراءات بهذه اللهجات فإذا كانت اللهجة قد أقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بها بعض الصحابة وأقرأ بها من بعدهم ولا تختلف اللفظة في المصاحف العثمانية التي كتبت في حرف قريش كان عثمان يثبتها في هذه المصاحف وهناك أحيانا يتغير اللفظ ولكن الكلمات الكلمة أصلها ثابت وأخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية متواترة ولكن بلفظ آخر مثل قوله تعالى فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتبينوا في سنين الحروف ولكن قديما في لغة العرب ما فيه نقاط فكان أقرأهم إياه الرسول صلى الله عليه وسلم بسنينها مثل ما أنزلت ولكن ترك لكل قارئ أخذها شيخه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواتر من أخذها تبينوا يقرأها تبينوا من قرأها تثبتوا يقرأوها تثبتوا مثل قوله تعالى وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة في قراءة كيف ننشورها ثم نكسوها لحمة إذا شلت النقاط ننشزها وننشورها نفس الشيء فكان كل قارئ يقرأها كما ثبت عن شيخه بالتواتر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسيدنا عثمان رضي الله عنه أثبتها كما هي بدون نقاط القارئ اللي أخذ عن شيخه ننشزها يقرأوها ننشزها نقطع الزيل وثلت نقطع على الشيء والقارئ الذي أخذها عن شيخه بالتواتر ننشرها والنشر الأحياء وننشزها نرفع العظام إلى بعضها البعض فالقراءتين بمعنى واضح يوضح أحدها الأخرى بنفس المعنى ما يختلف المعنى ولكن قراءتين يسمح لكل قارئ أن يقرأها كما أخذها عن شيخه فإذا عثمان رضي الله عنه أوصى الرحط الذين اجتمعوا لينسخوا المصاحف أوصاهم بأن يكتبوها بأسلوب إن كانت تقرأ بقراءات متعددة فلا بأس وإن تغيرت حرفه في القراءة يثبت القراءة التي توافق حرف قريش ولا يكتب الأخرى فتترك وهنا أستطيع أن نقول إن الفرق بين جمع القرآن في عهد أبي بكر وبين جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت كتابة الآيات وترتيبها غير مرتبع في مصحف واحد ولكن عند الجميع معروفة وفي صدورهم محفوظة بشكل متناسق كما كان يقرؤهم إياها الرسول صلى الله عليه وسلم في زمن أبي بكر تم نقل القرآن من الصدور ومن الكتابة في مصحف واحد الأحرف السبعة اللي كان يقرأها الرسول صلى الله عليه وسلم من القبائل كلهم الآية اللي نازلت فيها يعني في حرف آخر تكتب مرة ثانية بحرف آخر أفس الآية وفي عهد عثمان نسخ القرآن بشكل يوافق إذا كان أمكن قراءته على أكثر من حرف بقراءة أخرى بلهجة أخرى توافق حرف آخر ما في مانع وإذا كان تختلف اللفظة يكتبونها على حرف قريش كما ذكرت لكم أن سيدنا عثمان قال لهم إن اختلفتم أنتم وزيد في حرف فاكتبوه بحرف قريش فإنما نزل القرآن في لغتهم فكان الغرض في كتابة القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التوثيق وزيادة التوثيق في القرآن والغرض في كتابة أبي بكر تسجيل القرآن وتقييده حتى لا يضيع منه شيء وأما الغرض في عهد عثمان فخوف الفتنة في كيفية القراءة أن يختلفوا في كيفية القراءة فهذا يقول قراءة أفضل هذا قراءة أفضل جمعهم على حرف واحد وأمرهم أن يحرقوا كل الصحف وعاد المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر إلى حفصة ولم يبقى منه شيء ربما يكون في تركيا في نسخة أو في صورة أو في كذا الله أعلم ولكن بقي المسلمون جميعا على مصحف واحد إن عقد إجماع الصحابة على أن هذا المصحف هو المصحف الذي نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن على حرف قريش وتركت الأحرف الأخرى لأنه الله خيرهم أن يقرأوا بها أو لا يقرأوا فاتفقوا على أن لا يقرأوا فبقي القرآن في عهدنا قرآن واحد في كل العالم الإسلامي لا تختلف فيه ولا لفظة واحدة تغير المعنى أو تبدل أو تحرف تكفر الله بحفظ هذا القرآن كما قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون وهكذا حفظ القرآن الكريم من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم على قد أسناء